اشتركوا في القناة اصدروا ذاته ان الملاحظات الصريريات لعلاج كوفيد 19 في المستشفيات الصينية المتخصصة اظهرت ان ادوية صينيات تقليدية بما في ذلك كابسولة ليانه تيشينغون كانت فعالة في علاج اكثر من 90% من جميع حالات كوفيد 19 المؤكدة في البر الرئيسي الصيني وابرز تشيونغنان شأن الخبير الصيني الشهير المتخصص في الجهاز التنفسي ان التجربة المختبرية اثبتت ان الكابسولة ليانه تيشينغون تأثير مثبت ضعيف على الفيروس الا انها تتميز بفعالية علاجيات جيدة للخلاء المتضررة والالتهاب الناجم عن فيروس كويرون الجديد وتم تفصيل استخدام العقار في بروتوكول التشخيص والعلاجي في الصين للالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كويرون الجديد ومن جهته ذكر تشانغ بولي وهو اكاديمي من الاكاديميات الصينية للهندسة ان العلاج بالادوية الصينية التقليديات قلل بشكل ملحوظ النسبة المرضى الذين تتحول حالاتهم من خفيفة الى حرجة وحسب شركتي لينغان لانتاج الادوية ومقارها مدينة الشيجية تشوانغ حاضرة مقاطعة خبيب شمالي الصين فان كابسولة ليانه تيشينغون قد ادرجت رسميا كعقار صيني من قبل سلطة علم الصحة بسنغافورة ما يعني منح العقار الصيني حق دخول السوق في سنغافورة واشارت الشركة الى انها تبرعت بكميات من كابسولة ليانه تيشينغون بقيمة ثلاثة خمس مليون يوان حوال خمسمائة الف دولار امريكا للعراق وايطاليا ودول اخرى للمساعدة في جهودها لمكافحة الوباء واكدت ان خطوط انتاج الشركة للدواء تعمل باقصى طاقتها لمواكبة الطلبات المتزايدة من الداخل والخارج موسيقى